اشتركوا في القناة وافق هكتور كوبر من نوعات المدربين اللي بيلتزم بكلمته هو خلاص ماضي عقد مع الناس وشايف ان هو ماضي عقده ملتزم بالعقد هكتور كوبر جاله اكتر من عرض اثناء وجوده كمدرب لكونغو الديمقراطية ورفض ان هو يترك كونغو الديمقراطية هو من الواضح ان هو مكمل الناس مبسوطة جدا هناك بدأ يدوم اكتر من لعب يعني اقول حقا قصة سريعة كده في لعبة من الكونغو الديمقراطية بتلعب داخل الكونغو الديمقراطية وفيه لعبة محترفة في اوروبا ممنوع ان هم يلعبوا في المنتخب ليه عشان فيه مشاكل مع الفرق بتاعتهم هكتور كوبر اتكلم مع وزير الرياضة في الموضوع ده وقال له ان عايز اللعبة دي تيجي يعني فيه لعبة كانت هربانة من مازانبي راحت سويسرا جمهور مازانبي قال لو دول لعبوا مع الكونغو الديمقراطية هنقذيهم او يعني هددوا بأسليب كتير جدا هكتور كوبر صمم من اللعبة دي تكون متواجدة اعتقده وعمل مشروع كويس عمل لعبة جيل كويس لكونغو الديمقراطية تصنيف وتصنيف اول في المجموعات في التصفيات امم افريقيا عشرين تلاتة وعشرين لا ويقدر يوصل يعني خصوصا كل مجموعة يوصل منها فريقين هكتور كوبر ممكن يكون يعني يعمل انجاز مع الكورة كونغوية في الفترة القادمة يعني انتراك انه هو مكمل مكمل خلاص هو الرجل وافئ انه هو يكمل ومكمل عشان عنده مشهور التصفيات وبعد كده عنده كوبر افضل ولا كيروش من وجهة نظرك كوبر يا كابتن كوبر افضل انا يعني احترامي كارلوس كيروش انا من وجهة نظري من يوم منذ تولي كارلوس كيروش كنت بتكلم من الاول خالص انه هو راجل بعيد عن كرة القدم في افريقيا كرة القدم في افريقيا محتاجة مدرب لا فنيات خاصة ولها حاجات خاصة لها حاجات خاصة بها كرة القدم في افريقيا وتعامل خاص مع المباريات وتعامل مع الأجواء أنك تروح في أجواء صعبة تلعب فيها يعني كوبر أفضل منه أكيد كلوس كيروش يا كابتن ما نتحكش عن نفسنا بطولة عربية لم ينجح مع منتخب مصر بطولة أمة أفريقية لم ينجح مع منتخب مصر تصفيت كيس عالم لم ينجح مع منتخب مصر ثلاثة بطولات مهمة لتاريخ الكرة المصرية لا كلوس كيروش رجعنا وراء ما طلعناش قدامي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع ماهر اشتركوا في القناة